موسيقى وسعيتم أوقات مشاهدين مستمعين وكل أو فيه برنامج بصراحة من خلال هذه الساعة التي نخصصها للنقاش أكيد رفقة الأستاذ أحمد الدفر الأستاذ التواصل والإعلام ومستشار البرنامج مرحبا وطبا مساءك أهلا وسهلا أستاذ خارجة مرحبا طيب لتذكير كل مستمعين وأيضا مشاهدين على إدعاة وقناة ميديان تيفي لمن يرغب أن يتفعل معنا في موضوع اليوم الذي خصصناه للإعلام في مواجهة الانحراف الاجتماعي رقم البرنامج هو 062-12-9191 من خلال تطبيق الواتساب المرجو ترك رسالة صوتية بالإضافة إلى صفحة فيسبوك داعة ميديان عبر موقعنا الرسمي ننتظر كل الأراء والتساؤلات والرؤى بطبيعة الحال سنناقشها هنا في الستوديو مع الأستاذ أحمد الدفري أستاذ الدفري حتى نكون منصفين واقع الحال يقول أننا أمام ثقافة إعلامية ترصخ لشيئين متنقضين ما بين السلب والإيجاب فيما يتعلق بوسائل الإعلام والانحراف الاجتماعي نتساءل ما هي الأسس والمحددات لهذا الانحراف الاجتماعي بعيون وسائل الإعلام حتى نتبين المصارى الذي سنسلكه في هذا النقاش ربما سؤال المحوري في هذه الحلقة أي أرماط سلوكية تعد خارجا عن قيم المجتمع لكن قبل ذلك أستاذ الدفري أود أن نضع الإعلام أو وسائل الإعلام ما بين هاتين الثقافتين السلب والإيجاب نعم بتأكيد أن وسائل الإعلام شأنها شأن جميع الأنشطة والممارسات ربما إن لم تمارس بالطريقة العقلانية والسليمة قد تنزحوا عن وظيفتها وقد تساهموا في خلق نوع من الممارسات التي تتنافى مع ما يفو إليه المجتمع أو قيم المجتمع بكل بتأكيد عن المعايير التي ربما يرتكز عليها المجتمع من أجل أن يقوم بنسج علاقاته المنتجة فبتأكيد أن وسائل الإعلام ساهمت منذ أن ظهرت بأشكالها التقليدية صحافة مكتوبة إعلانات وملثقات وإداعة وحتى خطابات في الشوارع وفي الساحات العمومية كانت دائما تمارس نوعا من تأثير على الإدراك الاجتماعي وبالتالي فهي تقوم بتوجيه الرأي العام وإذا كانت الخلفية غير السليمة وكانت الأغراض غير نبيلة فبالتأكيد أن وسائل الإعلام ربما ستؤدي إلى نوع من الانحرافات التي لا تتماشى مع قيم ومعايير المجتمع إذن فوسائل الإعلام شأنها كما قلت شأن جميع الأنشطة حتى الرياضة أحيانا برغم أن خلقت لكي تساهم في بناء الأجسام بشكل صحي فالرياضة كذلك يمكن أن تساهم في بعض الأحيان في انحرافات اجتماعية إذا تم التعامل معها بنوع من التعصب والرغبة في الكسب بأي طريقة كانت إذن فإجابة عن سؤالك أستاذة خديجة فربما من خلال الأوقات المتبقية من هذه الحلقة سنرى كيف يمكن للإعلام أن يساهم طارة في تصدي للانحرافات وربما قد يكون أحيانا مسؤولا عن هذه الانحرافات طيب ندخل مباشرة للأنماط السلوكية التي تعد خارج عن قيم المجتمع كيف يمكن أن نؤثرها؟ نعم فالمجتمعات كيفما كانت أنواعها فهي تقوم على مجموعة من القيم تحكم هذه القيم هذه القيم نبدأ أولا بالقوانين القوانين أو التشريعات المنصوص عليها والتي إن انحرف عنها الفرض فهو يعاقب وقد يكون في بعض الأحكام التي تكون تقيلة جدا قد يصل بتلك الانحرافات إلى أن تؤدي بصاحبها إلى الإعدام نهائيا في بعض الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم خطيرة تتنافى مع ما هو منصوص عليه في القوانين هناك مخالفات كذلك قد تكون فيها الأحكام مخففة هناك غرامات هناك كل ما يتعلق بالترصانة القانونية المتعلقة بتدبير العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع فمثلا هناك مجموعة من القضايا التي تطرح أمام المحاكم سواء كانت تتعلق بقضايا الالتزام والعقود قضايا مدنية قضايا تتعلق بالأسرة تتعلق بوادي السير تتعلق بالجرائم سواء كانت هذه الجرائم عبارة عن جرائم التي هي خفيفة أو بصابق ترصد وتفكير مسبق أو كانت عن طريق الخطأ كل هذه الانحرافات لها ما يمكن أن يقوم بتعامل معها وفق القوانين في مجال القضاء لكن هناك كذلك انحرافات أخرى ببيت القصيد طريقة غير مباشرة انحرافات أخرى ربما قد لا نجد ما يمكن أن يجزرها من ناحية القانونية وهنا يمكن أن نميز بينها وبين ما يسمى باللا توافق الاجتماعي لأن هناك ما يسمى بالانحراف الاجتماعي وبلا توافق الاجتماعي فالانحراف الاجتماعي هو عندما يقوم شخص ما بارتكاب مخالفة أو جريمة وهو يعرف جيدا بأن ما يرتكبه هو مجرم قانونيا الجميل قبل أن نوصل أسد دفري الجميل في التواصل المباشر في هذه اللحظات ربما يعطينا أضواء على ما يجري في الساحة يعني ربما هنا في هذه اللحظة لحظت مجموعة من المدخلات اللي هي وكبدنا فيما نقوله الآن ولكن سأتركه لفقرة التفاعلات فقط نضروع إلى القنوات الروتين اليومي هذه القنوات اللي نشتافي في مداخلة من المداخلات حتى يعني لا تفتني الفرصة وأن هذه النقطة في غاية الأهمية من ضمن هذه السلوكيات اللي فيها ربما ذات طابع حرافي هذه القنوات الروتين اليومي اللي صبحت الآن ربما موضع نعم هو دائما كان وسائل الإعلام منذ أن خلقت كانت هناك مجالات من أجل أن نقوم بنشر أخبار الناس جميل صحافة البيبل هذه معروفة وأكثر من ذلك هناك متخصصون فيها ولها مصورها ولها ترسانة إعلامية قوية تقوم بهذا العمل لأنها تعطي للمتلقي منتوجا نعم يجد أحيانا نفسه في حاجة إليها رغم أن هذه الحاجة فهي تكون حاجة ثانوية وليست حاجة حيوية وأساسية صحيح فمثلا حاجة في التلصص على ما يقوم به الآخر الحاجة في معرفة أشياء وخبايا حتى يمكن أن نضبط أن هناك شيئا ما على غير ما يرام يقوم به مشاهير نعلم بأن المشاهير يكون أحيانا بالنسبة للأشخاص هم عبارة عن إيقونات ينبهر بها الناس لكن هناك رغبة دائما في أن نرى أن هذا الشخص الذي ينتمي إلى فئة المشاهير لديه عور من العورات يعني في حياته أعطب من الأعطاب إذن عندما يتم الكشف عن هذه الأعطاب فهي تكون بمثابة تلبية لحاجة لدى الجمهور دائما كان هذا النوع من الصحفة منذ أن خلقت الصحفة لكن مع الأسف إذا زاد الشيء عن حده بالتأكيد أنه سيصبح انحرافا فيما يتعلق بروتين الحياة فلا فرق بينه وبين تلك البرامج تلفزية التي أصبحت قنوات تمطرنا بها في نهاية الألفية الماضية وفي بداية الألفية هي ما يسمى بتلفزيون الواقع عندما نقوم بسجن مجموعة من الأشخاص داخل غرف أو داخل صالونات وداخل بيوت ونتابعهم بالكاميرات ونرصد تحركاتهم نرصد أفعالهم ونرصد حتى بعض الأمور التي تكون مفبركة وموجهة يعني توصيات محبوكة حتى يمكن أن نقوم بتصعيد تلك الرغبات ديال التلصص لدى الأشخاص وكلقوا مع الأسف هذا سلوك انحراف منحرف ونجد مع الأسف مجموعة من الأسر والعائلات والشباب والفتيان وحتى الأطفال تتابع على مدى ساعات طوال هذه البرامج وهنا نقوم بالضرب في عمق العملية الإنتاجية أن المواطن يصبح كائنا غير منتش يشاهد يتفرج وفي آخر المطاف إن أردنا أن نقوم بتقييم لما قام بتغذية ذاته به سوف نجد الفراخ بأنه لا يمكن أن يكون ما تغدى به من خلال هذه المشاهدات سوى أشياء تافيها تدخل في إطر روتين الحياة اليومية إذن مع الأسف مادم أن هناك فئة من الأشخاص يستقبلون هذه الممارسات الإعلامية ستبقى سائدة لأن فيها ربح بل أكثر من ذلك هناك من يساهم في أن تظل مثل هذه الأعمال مسيطرة حتى تتبلد الأدهان ويصبح المتلقي عبارة عن كائن موجه حسب هوى منتج خطابات الإعلامية الترفيهية التي تتجه في هذا الاتجاه ما لاحظناه أستد دافري ومؤخراً هم أشخاص لما عندهم تعلق لا صلة لهم بالإعلام ويصبحوا من المشاهير ويصبحوا الناس عندهم الأتباع وعندهم الناس يتابعوه ويصبحوا عندهم بل أكثر من ذلك وهذا وهذا اللي قبل قليل شرت له غير في هذه اليومين الأخيرين واحد الدرجة حدثت حول هذه القناة الروتين اليومية يعني هذا رأى نعم أين نحن من رسالة الإعلام هو كما قلت لأنه في الحقيقة أنه ربما قد يتساءل معنا بعض الأشخاص هل هذه السلوكيات والممارسات الإعلامية هل هي مثلاً تدرج في إطار الانحرافات الإجتماعية هنا يصبح الأمر نسبياً لماذا أقول نسبياً؟ حتى يمكن أن نتعامل مع الأمر بنوع من الموضوعية من الحيات أنا قلت في البداية نكونوا منصفين في حق الإعلام نسبية لأنه في آخر المطاف عندما تحرر الإعلام عالمياً عندما تحرر بمعنى أنه لم يعد تحت المراقبة المباشرة للدول هي التي تعطي التراخيس من أجل إنتاج الخطاب الإعلامي الآن أصبح لدينا اليوتيوب فاليوتيوب هو عبارة عن تعاقد حر بين شخص وبين مؤسسة تندرج ضمن المؤسسات الكوبرى التي تصنع الآن الرأي العام والإعلام والتي تتحكم كذلك في الإشارة تتحكم في التجارة العالمية إذن هذا نوع من الانفتاح الذي تطلبته العلماء نعم إذن هذا التعاقد قد يؤدي بنا إلى طرح السؤال هل هذا الشخص الذي يقوم بإنشاء قناة في اليوتيوب هل من حقه أن يفعل ذلك أنا أقول نعم من حقه أن يفعل ذلك لأن لا يوجد أي قانون يمكن أن يحرم شخصا من أن يتحول إلى منتج لخطاب إعلامي جميل لكن المشكل أين يحدث هو عندما تتحول هذه الخطابات الإعلامية عن طريق هذه القنوات غير متحكم فيها إلى سموم إلى نشر مجموعة من السموم مثلا أعطيك مثال بسيط هل يعقل أن أقوم بنشر خطاب إعلامي يقوم بضرب في ما يؤمن به المجتمع مثلا سب الأديان نعلم بأن مسألة سب الأديان فهي مجرمة قانونيا نعم إذن هذا انحراف لا يجدنا فيه انحراف لا يمكن أن يقبله المجتمع لأنه مجتمع له قيم مجتمع في الكثير من الأشخاص مؤمنون متدينون إنه يجب أن نحترمهم إذن كذلك رموز معينة رموز للدولة تحظى بتقدير واحترام في دستور الدولة كل تطاول أو مس أو خدش بصورة هذه الرموز فهو قانونيا يعاقب عليه إذن يجب عندما أقوم بممارسة فعل إعلامي أن أكون واعيا بهذا الأمر بمعنى يجب أن أكون متسلحا بالعلم وبالمعرفة وأن أكون مدركا لعواقب هذا الخطاب وإلا فتيكون الهدف من وراء ذلك هو البحث عن البرز وهناك من أنواع من البرز التي تؤدي بأصحابها إلى السجن إذن هذا نوع أعتبره من الغباء في التعامل مع هذه الحرية الإعلامية التي توفرت لدينا جميل للإعلام أدوار كثيرة وما يهمنا بالدرجة الأولى في هذه الحلقة دور الإعلام في التنشئة الاجتماعية دور الإعلام أيضا في نشر الوعي الأمني دور الإعلام في تصدي لثقافة الجريمة أو الانحراف في شموليتهم نتسأل بشكل ربما مستفيد أستاذ دفري عن دور الإعلام في مواجهة كل أشكال الانحراف الاجتماعي كيف يمكن أن نقرأ هذا الدور وعلى مدى يرتكز نعم يمكن في كثير من الأحيان أن نتعامل مع ما يحدث في المجتمع من خلال حوادث من خلال ممارسات سلوكيات من خلال أنشطة اجتماعية أن نؤسس نظرة جديدة لهذه الأفعال وهذه السلوكيات من خلال التوعية والتحسيس وعندما أقول نظرة جديدة لأن الشخص غير الواعي فهو يكون يفتقد إلى معطيات إذن عندما أقوم بتوعيته وفق مقاربات تربوية وديدكتيكية بمعنى توضيحية من خلال وسائل الإضاح فسأكون قد ساهمت في إضافة جديد لهذا الشخص هناك بعض الأطفال مثلا الذين يجدون أنفسهم عرضة لأخطار الشارع عندما يقومون بالفرار من بيوتهم لأسباب اجتماعية معينة نجد هذه الظاهرة مجتمعية موجودة في جميع المجتمعات حتى في الغرب ربما نجد أشخاص أشخاص مشردين إذن الفئة المشردة من أطفال وحتى من ناس الذين يعانون من أمراض نفسية فهي تعتبر فئة هشة مثل هذه الفئة يجب أن نحميها من الانحراف لأنها تكون مهيئة صحيح عند استعداد نفسي عند استعداد نفسي هشة هشة مثلا تفتقد لمناعة معينة نعم فالأسر التي تعاني من تفكك أسري كبير نتيجة طلاق أو نتيجة انحراف دي الأب أو الأم مثلا نلاحظ كثير من الأحيان بعض الصور التي يندى لها الجبين هناك استغلال للأطفال في عملية التسول هذا نوع من الانحراف الاجتماعي لأن الطفل مآله المدرسة مآله أن يحظى بدفئ وحنان الأسرة وليس التسول لأنه بعد التسول فليس من الصعب أن ينتقل إلى مجال الإجرام إذن هنا يمكن أن يساهم الإعلام بدوره الكبير في توعية المجتمع المدني لكي يتحمل مسؤولياته في تصدي لمثل هذه الضواحر إذن عندما أتحدث عن الإعلام الإعلام ليس تلك السلطة التنفيذية التي لديها العصة الصحرية التي يمكن أن تنقذ المجتمع وإنما تساهم في التوعي وفي التحسيس وفي دق ناقص الخطر تقوم بإشعار المجتمع المدني الأحزاب السياسية مؤسسات الحكومية الأثر وكل القطاعات الحيوية داخل البلد لكي تتضافر الجهود فيما بينها وتقوم بتصدي لظاهرة الانحراف فمثلا عملية مثلا عفوا أستاذ دافري هناك بعض البرامج والإتاجات الإعلامية لا تقوم بهذا الدور بل لك تقوم بترصيخ هذه الثقافة السلطة وتطبيع معها وتطبيع معها وتواطئ ونلاحظها في الكثير من أحيان نتيجة جال وعدم إحساس بمسؤولية لدى الأشخاص الذين ينتجون مثل هذه البرامج لأن فاقدوا الشيء الذي يعطيه هو أصلا ليست لديه فلسفة ورؤية واضحة تحرض على الجريمة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع التطبيع مثلا مع الخيانة الزوجية نلاحظ بأنه في الكثير من الأحيان نبرر الخيانة الزوجية شخص مثلا موسن لديه أطفال كبار ويمارس الخيانة الزوجية وعلاقات جنسية غير شرعية في بعض الأعمال دون أن يكون لكاتب هذا العمل أي موقف من هذه العملية ليس له أي موقف يعني يتركك معها كأن الأمر طبيعي وعادي وربما أحيانا قد يصبغ على هذا الشخص صفات البطولة بأنه يقوم بهذا العمل ويجب عليك أن تتعاطف معه لأنه يقوم بفعل مشين وفعل منحرف هذا أمر خطير نفس الشيء فيما يتعلق بالتساول هذه الظاهرة التي أشرت إليها قبل قليل أستاذ دفري ولكن بعض البرامج التي ربما كنت نلاحظ أنها كتتواطئ مع ظاهرة أو جريمة التساول ليس فقط في الأطول وإنما حتى في الأشخاص وحتى الصارقة والصارقة مثلا هناك السيناريوهات كتتعمل في برامج نجعل من بعض اللصوص على أساس أنهم فلاتفة ولهم رؤية للمجتمع عميقة ونبرر ما يقومون به من أعمال مثلا صارقة أبنك صارقة محلات تجارية نجعل من هؤلاء اللصوص أبطال أبطال وقادة للمجتمع وبأنهم لا يقومون سوى بأخذ مستحقاتهم من هذا المجتمع الذي حرمهم من حقوقهم إلى غير ذلك يعني شيء يجب أن نعي به وأن نتعامل معه باحتراص شديد ويجب دقناقص الخطر نعم بتأكيد طيب أستاذ دفري بعد إذنك سنتوقف لحظة إذن مشاهدينا مستمعين فاصلون قصر وأكيد سنعود لكم دائما في برنامج بصراحة على إذاعة قناة ميديان تيفي خليكم معنا قد لكم مجددا مشاهدينا مستمعين في الجزء الثاني من هذا النقاش ضمن برنامج بصراحة والذي خصصنا للإعلام في مواجهة الانحراف الاجتماعي مرحبا مجددا أستاذ دفري أهلا أستاذ خديجة طيب ربما من ضمن النقاط التي يجب أن نعرج عليها في هذا النقاش أستاذ دفري سؤالنا حول وسائل الأعلام هل تتوافق مع الانحرافات الاجتماعية يعني ما هي الأماكن التي يمكن أن يتوافق معها الإعلام في هذه النقطة بالذات نعم أحيانا تتوافق مع الانحرافات ربما إذا كانت هذه الانحرافات تدخل في إطار قيم مبادئ الجديدة تريد هدم منظومة أخلاقية أو قيمية أو قانونية معينة من أجل بناء منظومة أخرى بديلة يرى البحض بأنها ربما تكون أفضل أشرح أكثر فمثلا ربما على مستوى التقاليد الاجتماعية قد نرفض أمور تتعلق بالحريات الفرضية صحيح قد تكون ممارسات معينة تندرج ضمن ما هو محظور وممنوع من خلال عادات تقاليد أو أعراف لكن أحيانا قد يتم خرق هذه القيم بنحن كل محظور مرهوب لكن بناء على فكر معمق حول هذه الأمور مثلا كأن نقول بأن العصر لم يعد يتطلب مثل هذه السلوكيات أو هذه القيم لماذا؟ لأنها كانت قيم ماضوية بائدة لم تعد قادرة على مواكبة متطلبة العصر ولا تتعارض مع النمو والتطور وليس إن تجاوزنا ليس في ذلك أداء أو ضرر لأي شيء مثلا في الماضي لم يكن من الممكن للمرأة أن ترتدي لباسا معينا نعم مثلا فإن أبانت مثلا عن الجزء تحت الركبتين ستعتبر فضيحة وربما قد تنعت بأقدح الأوصار لكن ربما ساهم الإعلام في مرحلة من المراحل في التوافق مع كل من نادى بأن تكون للمرأة الحرية في ارتداء ملابس معينة إذن هنا جاء الإعلام لكي يتوافق مع شيء ما كان يعتبر انحرافا اجتماعيا فمثلا عملية اختلاط بين المرأة والرجل في الأفراح والمناسبات السعيدة كانت تعتبر أخلاقيا مرفوضة لكن لم يكن القانون ينص على أن من يختلط سيعاقب وإنما ربما كان يعتبر هذا الفعل فعلا منبوضا وغير مقبول هذا دخل في الأعراف يعني كل منطقة على حدة نعم إذا قامت فئة بالمطالبة بالخروج عن هذا النمط من السلوك قد تجد بعض وسائل الإعلام التي تتوافق معها في هذا الطرح وبالتالي تؤيدها وتؤذر هذه الأفكار الجديدة وتساهم في إعادة بعض قيم التي يمكن أنها تكون بديلة لمكان لكن أحيانا قد تساهم وسائل الإعلام في عمليات ترصيخ نماذج سيئة كيف شهد النماذج السيئة مثلا نعلم بأنه الآن على مستوى إنتاج مواد ترفيه إعلامية في وسائل السمعية البصرية أصبحت أمور الغناء تتطلب عمليات إطارة على مستوى الدكورات أكسسوارات وبعض السلوكات البشرية من أجل جانب الإطارة نجد مثلا بعض الكليبات التي تتوافق معها وسائل الإعلام على مستوى بعض الممارسات داخل هذه الكليبات نعطيك مثال مثلا تدخين المخدرات شرب الخمور بطريقة فيها كثير من المجون حركات ماجينة متيرة جنسيا لا هدف من ورائها سوى الإطارة الجنسية وليس إطارة الدين وإطارة الجدان والعواطف إذن مثل هذه الأشكال التي يقتضيها عصر البوز وعصر الربح المادي من خلال العناصر البصرية المتيرة نجد بأنها تساهم في التطبيع مع بعض الانحرافات هناك الكثير من الأغاني التي فيها خطار تمرر فيها بعد القيام المرفوضة أو بعض القيام المرفوضة وكذلك وكذلك خطاب مباشر يحط على ممارسة بعض الأمور التي تعتبر بمثابة أرذائل مرفوضة من قبل الجميع فهنا لا داعي لكي أعطي أمثلة من بعد المغنيين الشباب التي موجودة في موجات جديدة لكي أعطينا نماذج سيئة هناك بتأكيد نماذج جيدة فيها نوع من الأنقاف نحن لا نعمم ولا نحاكم ولكن أدواقع الحال هناك توافق مع بعض الأنماط السلوكية التي تؤدي إلى انحرافات توافق أم هو في ضمني هو تواطئ هو تواطئ ولكن عندما نقول توافق اتفاق تواطئ توفق اتفاق في تجاه السلبي فهو تواطئ ويكون نوع من تآمر على مجمع والتطبيع مع هذه السلوكيات أمور مشينة نعم لذلك فأنا أقول بأن ربما يمكن أن يتوافق تتوافق وسائل الإعلام ما بعد الخطابات الجديدة التي تحاول أن تغير أمور ما ولكن على أساس أن تكون هذه الأمور التي ستتغير ستتجه في التجاه الذي لا يخلق الأدى والضرر للمجتمع إذا اسمحتي أن مجموعة من المداخلات مشكورين كل من تفعل معنا وشكرا على كرم الوفاء عبد الرزاق القصبوي يقول تحية طيبة شكرا على هذا الموضوع بالفعل هذه ظاهرة نمطية لها من التضليل ما يثير الناس ويجعلهم يتوهمون وقائد ليس لها مبرر حقيقي وهذا راجع لعدم وجود قوانين تمنع رواد هذه المواقع بعضهم فقط هذه المواقع ربما الإعلام الرسمي لا يمكنه الحد منها ولكن أن توافق الإعلام العالمي قد يصلون إلى حل توفقي بتأكيد أن مسألة الآن كما طرح الأخ الكريم عبد الرزاق نعم في مداخلته القيمة مشكل الآن بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فهي محكومة ب استراتيجية محكومة بخط تحريري مسؤولة بمنظومة أخلاقية لها مجموعة من الأجهزة التي تراقب بما في ذلك لدينا في المغرب الهيئة العلاء لاتصال السمعي البصري التي تقوم بواجبها في هذا الاتجاه لكن مع ذلك ربما حتى في وسائل الإعلام الرسمية قد تتصرب بعض الخطابات التي يمكن أن تؤدي إلى انحرافات بطريقة أو بأخرى خصوصا على مستوى مثلا بعض الحوارات السياسية في إطار البرامج التي ربما قد تبت مسألة تخوين والصراخ والزعيق والبحث عن تقليل من قيمة الآخرين من خلال هذه الحوارات ففيه واحد النوع من تطبيع تخليل الانتقاص من الآخر نعم 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 نلاحظ بأنه أحيانا عندما نقوم بتحليل خطابات إعلام في هذا الاتجاه حتى داخل مثلا المراسد التي توجد في المغرب ومراكز للدراسات نقوم باشتغال أحيانا على بعض النماذج ونلاحظ بأن هناك أحيانا في بعض البرامج الحوارية هناك عدم مسؤولية كيف ذلك فمثلا تطبيع في خطابات إعلامية من خلال برامج حوارية رفيهية مع دخول في الحياة الخاصة للأفراد ما معنى أن أعطيك خبرا بأن الفنان فلان فلان في علاقة مع فنانة أخرى هذه الأمور لا داعي لكي نطرحها بشكل رسمي أمام الناس نعم لأن لها من يمكن أن يقوم بالبت فيها إما أن يقوم بالبت فيها الأشخاص المتضررون مثلا إذا كانت زوجة متضررة من علاقة زوجها بمرأة أخرى كمقتضيات قانونية كمقتضيات قانونية كمقتضيات قانونية فما هو الدافع لكي نقوم بالترويج لهذه الأمور إعلاميا الدافع واضح لو كل يدلو وكل أصبح مفتيا وكل أصبح عالم اجتماع وكل أصبح منظرا وللأسف نعم ونجد حتى ذاك الإعلامي ربما الذي يقوم بالشغال على مثل هذه المواد الفضائحية ربما قد لا يسلم هو نفسه من الوقوع في الفضائح نعم لذلك فمثل هذه الأمور يجب أن ننتبه لها وأن نتعامل معها بطريقة جدية نعم مداخلة من الطرف مداخلة الفيزة هي مداخلة رائعة جدا سأحاول أن نشوفها تقول قنوات روتيني اليوم على اليوتيوب بالغة في الهبوط نتمنى أن نقوم بفضح هذه الأمور كمؤامرات على قيمنا وثقافتنا وسمعة بلادنا ومع الأسف نحن هنا للأمانة لا نقوم بفضح أحد ولا نحاكم أحد نحن نناقش فقط ونقوم بإعطاء وجهات نظر ربما قد تكون أحيانا صائبة هذا هو الفضح نعم ولكن لدينا تشخيص لهذا الأمر لدينا تفسير نعم فنعلم بأنه الآن أصبحت هذه القنوات في اليوتيوب مجالا لجلب المال صحيح كين أشخاص ربما أعتبرهم يرتزقون بهذه القنوات بمعنى أنهم يحاولون أن يراكم بعض الأموال من خلال هذه القنوات فأنا أعوض أن أسميهم أشخاص يمارسون الإعلام فهم يمارسون الارتزاق وسمحيلي على هذه الكلمة نتقي للكنترول بعد إذنك أستاذ دفري لدينا مدخلة صوتية عمينا السماع تحيير كل طاقم ميديا المعانيد شرقي أستاذ باحث في علم الاجتماع يشكل الإعلام تلك السلطة أو القناة التي بموجبها يتم تمرير خطابات متنوعة ومتعددة بهدف التأثير على جمهور عريض من المجتمع لكن هذا التأثير يراد به مواجهة الانحراف الاجتماعي أساسا وهذا ما نسميه بالإعلام الهاتف ناهيك عن ذلك الذي يزرع السموم في الأوساط الاجتماعية وعليه أصبح الإعلام أداة فاعلة في صناعة الرأي العام الذي لم يعد مستقبلاً للمعلومة أو الخبر فقط فالأضحى يتفاعل ويتأثر عقلياً وفكرياً وسلوكياً إن الإعلام بوسائل الحديثة وبرامجه المتنوعة إنما يصدر عن تصورات وأفكار ومبادئ تعمل على إحداث تغيير مقصود في المجتمع لا من أجل الإلهاء المتلقي حتى نتمكن من صناعة وعي صلب يستطيع الصمود أمام كل أشكال الرداء على كثرتها في الأوساط الإعلامية وعليه أتساءل مع الأستاذ أحمد دافري كما يري كيف يستطيع المتلقي فرز المواد الإعلامية الهادفة من تلك التي تسوي كل الرداء في ظل المجتمع لا زال يتخبط في الأمية وكيف يمكننا التأثير على المتلقي من خلال اختيار المواد الإعلامية التي تعمل على مواجهة الانهلاف الاجتماعي بتكريز دور الفاعل الاجتماعي المتخصص وأية سياسة إعلامية نبتعي في ظل سيطرة الإديولوجيا السياسية التي تحتكر الإعلام على اختلاف أصنافه وشكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ معاند الشرقي مدخل قيمة في الحقيقة بالتأكيد فيما يتعلق بالمتلقي والكيفية التي من خلالها يمكن أن نحسسه بالطرائق التي يختار بها المواد الإعلامية فهنا الأمر يتعلق بعمل يجب أن يكون مؤسسا على رؤية عامة فيها مدرسة مؤسسة المدرسة يجب أن تساهم في بناء ما يسمى بالحيث النقدي الحيث النقدي دائما نرد هذه العبارة ولكن لا ندرك الأهمية وحتى الطرائق كيف يمكن أن نقوم بتفعيلها الحيث النقدي هو أن يكون لدينا متلقي قادر على أن يعرف فين هو الصواب وفين هو الخطأ فين هو الشيء اللي هو سليم وفين هو الشيء اللي هو غير سليم هنا باش يمكن نقوم بهذا الأمر خاص كما قال في مداخلته وكما أطرح في السؤال تكون هناك واحد سياسة إعلامية لكي تخلص منها رجل السياسة من العباء الانتهازية والعباء البحث على المصلحة الخاصة ويتجه نحو المصلحة العامة ويقوم بإعطاء واحد المنظور جديد للمناهج التعلم والمناهج العلاقات الاجتماعية وفق واحد البرامج سواء في التلفزيون أو في المؤسسات وفي المؤسسات الإعلامية كلها كيف ما بغت وكذلك في المدرسة وكذلك باش يكون هناك واحد النموذج يحتدى به نحن النموذج الذي يحتدى به مع الأسف ما بقعش شنو نقول النموذج مع الأسف ماشي دائما نحن يدب اللي نحتدي بالكتاب وبالمبدعين وبالفلاسفة وبالمفكيرين شحل ما يقلت له شكون هو محمد عابد الجابيري ما يعرفوش ما يعرفوش مني غديت قول له مثلا على مستوى التضحية شكون هو الزرقطوني في تاريخ المغرب يقول لك الزرقطوني هو واحد الشارع في الدار البيضاء ما يعرفش شكون هذه الشخصيات اللي هي يمكن نحتديو بها ما عندناش نحن النموذج لنرسخ النماذج اللي نقوم برفع من قيمتها إعلاميا بش تأثر على المتلقي ويصبح قادر على أنه يعرف المادة اللي يختارها بش يستهلكها وتكون مفيدة له فكريا ووجدانيا نعم طيب نتقل الكنترول مرة ثانية لدينا اتصال مداخلة صوتيا أختي خديجة والدكتور مشكورين على هذا البرنامج معكم سالم من مريب سلهم بالنسبة للتواصل هذا أختي خديجة يعني أولي نكن نشوفوا شي أحداث غريبة وأنا عندي واحد صديقة دي لي يعني تعرضت للتهديد وذلك شي كله مفبرك يعني وبغي لوح يعني بقى يقول لها غذين لوح لك هذا في فيسبوك يعني يعني تهديد ولا تهديد وأنا بالنسبة لأنا نهضر على رأسي يعني أولي كان نشد التليفون تقريبا ربما نقول لك أنا كان نتفرج في الماتش وشد التليفون يعني كيف هذا بغيت نقول للدكتور كيف بغيت نتخلص من هذا هذا يعني كيف أن نتخلص من هذا هذا باش نبقاش نعطي وقت بالتليفون وشي حاجة تافعة شي حاجة بس نحاول نعرض رأسي لشي حاجة للكتاب نقرأ أحسن وما ننشط التليفون نخلي إلى شي حاجة التواصل والدكتور نقول كيف نتخلص من هذا شكرا شكرا جزيلا فعلا هذه جريبة جريبة الحياة خاصة فعلا أنه عندما يصل الأمر إلى أن فتاة يتم تهديدها بنشر فيديو مفابرك لها في اليوتيوب أو في الفيسبوك فهذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون وما على هذه الفتاة إلا أن توجه الأجهزة الأمنية وتقدم شكاية وبالتأكيد أنها ستأخذ حقها فيما يتعلق بمسألة الإدمان على الهواتف بالفعل هذا أمر أصبح ملموس وملا كل يعاني منه كل يعاني منه بحيث أنه كما قال هو يشاهد مباراة عوض أن يستمتع بالمباراة فهو في الآن ذاته يعني كيتعامل مع الهاتف وكيشوف ما هو منشور الأمر يتعلق بأيش بإرادة التي ستكون عند الجميع على مستوى البناء الحياة وفق الأولويات وأنه يقوم بدخول في صراع مع ذاته بحل مسألة ديال إكره مكره بمعنى أنه مرغم لأنه مقتنع به روحيا إذن نقتنعه روحيا بأننا نغير السلوك ديالنا ونقام به ونحسنه من أسلوبنا في الحياة ونتخلصه من هذه الهواتف التي بعض الأحيان نكون لا حاجة إليها ومع ذلك نستعملها ونضيعه بها الوقت مدخلة إسماعيل الدير العمراوي يقول شكرا على الموضوع أولا لا ننسى أن الإعلام له تأثير كبير على سلوكيات الفرد داخل المجتمع لأنه أصبح له بالمعنى الرمزي يعني الكلمة عند البعض يعني ما يقوله الإعلام وما يروج له يبقى كلاما لا نقاش فيه وهذا ممكن أن يؤدي بأجيال إلى الانحراف والضياع أحيانا خاصة في ظل هذه الموجة التكنولوجية التي يعرفها العالم سؤالي في ظل الحرب الإعلامية التي يعرفها واقعنا ما هي الاحتياطات التي تقوم بها مؤسساتنا الإعلامية لمحاربة وتوعية الأجيال الصعيدة بهذه الانحرافة ربما هذا محورنا الأخير نعم مؤسساتنا الإعلامية من فرض أن تخصص نقاش دائما مستمر حول مثل هذه القضايا كما نفعل الآن حاليا في هذا البرنامج برنامج بصراحة في إداعة بحر أبيض متوسط مدئان فنحن نخصص في كل أسبوع مجموعة من المحاور حول هذا الموضوع إذن المؤسسات يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من خلال التوعية عن طريق التكرار وعن طريق إظهار المكامل الخطورة من خلال توضيح أين يكمن الخطر فمثلا عندما يتعلق الأمر بانحرافات ناتجة عن تأثر بوسائل الإعلام يجب أن نعطيها للأشخاص كأمثلة مباشرة وواضحة فمثلا عندما يقوم أشخاص بتقليد أبطال معينين من أجل ممارسة مجموعة من الانحرافات يجب أن نضع اليد على مثل هذه المشاهد وأن نقوم بشج بها وأن نقوم كذلك بالتوعية بأن لا يمكننا أن نصلح المجتمع إلا إذا كان للإعلام وحد المنظور واضح ومقاربات حول القضايا التربوية نعم ومقاربات أستاذ دفري برأيك ما هي هذه المقاربات التي من خلالها يمكن أن يحدث الإعلام تغييرا في المجتمع مقاربات تتمثل أولا في روبورتاجات على مستوى الأجناس الصحفية على مستوى البرامج الحوارية وكذلك إدراج الدراما في مثل هذا الفعل مسلسلات أفلام وحتى كذلك توعية من خلال البرامج الترفيهية ذات الطبيعة اللعب ذات الطبيعة الإضحاك ذات الطبيعة الترفيه ولكوميديا كاملين يمكن هذا نعتبرهم كأدوات التي نقرب بهم ظاهر للنحراف ونصدوا بهم لكل أشكال الزيغ عن القيام الإجتماعية طيب إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الدفري على كل هذه الإضاءة شكرا على هذا النقاش الهادف شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لكم مشاهدنا شكرا لكل منتفع على معنا عن طريق الواتساب أو عن طريق صفحة فيسبوك إذاعة ميديا عبر موقعنا الرسمي شكرا للتقم الذي رفقنا نلتقي بكامل المحبة في عدد جديد من برنامج بصراحة على إذاعة وقناة ميديا في انتظار غد أحلى اشتركوا في القناة